حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أمام مجلس الأمن الدولي الخميس من أن الشرق الأوسط على شفير الانزلاق إلى نزاع إقليمي شامل داعيا إلى أقصى درجات ضبط النفس في لحظة الخطر القصوى هذه وقال جوتيريش إن الشرق الأوسط على شفير الهاوية وقد شهدت الأيام القليلة الماضية تصعيدا خطرا سواء بالأقوال أو بالأفعال وأضاف أن أي خطأ في التقدير أو تواصل سيء أو هفوة يمكن أن يؤدي إلى صراع إقليمي واسع النطاق لا يمكن تصوره وسيكون مدمرا لجميع المعنيين ولبقية العالم وأعرب الأمين العام خصوصا عن إدانته للهجوم غير المسبوق الذي شنته إيران على إسرائيل نهاية الأسبوع الماضي وشدد على أن لحظة الخطر القصوى هذه يجب أن تكون لحظة ضبط نفس قصوى وأضاف لقد حان الوقت لإنهاء حلقة الأعمال الانتقامية الدموية مشددا على أننا نتحمل سويا مسؤولية مواجهة هذه المخاطر وإبعاد المنطقة عن حافة الهاوية بدءا من غزة وأعرب الأمين العام عن إدانته الشديدة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مكررا دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وإطلاق سراح جميع الرهائن وقال في غزة أدت ستة أشهر ونصف من العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى خلق جحيم على الصعيد الإنساني مؤكدا أن مليوني فلسطيني يعانون في القطاع المدمر من الموت والدمار والحرمان من المساعدات الإنسانية الحيوية والجوع ولفت جوتيريش أيضا إلى أن حصيلة القتلى هائلة وغير مسبوقة من حيث الوتيرة والحجم منذ أن أصبحت أمينا عاما للأمم المتحدة في 2017 وأعرب عن أسفه لأن كل هذا يحدث في ظل قيود كبيرة تفرضها السلطات الإسرائيلية على إيصال المساعدات إلى سكان غزة الذين يواجهون الجوع على نطاق واسع واندلعت الحرب في غزة إثر هجوم شنته حماس في إسرائيل في السابع من أكتوبر وخلف نحو 1160 قتيلا معظمهم من المدنيين بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس بريس استنادا إلى بيانات إسرائيلية رسمية وردت إسرائيل على هجوم حماس باجتياح القطاع مما أدى إلى مقتل أكثر من 33 ألف شخصا معظمهم من النساء والأطفال وفقا لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس وأدل الأمين العام للأمم المتحدة بخطابه خلال اجتماع رفيع المستوى عقده مجلس الأمن الدولي حول الوضع في غزة وحضره عدد من وزراء خارجية دول المنطقة بما فيها الأردن وإيران وأكدت الرئاسة المالطية الحالية لمجلس الأمن الدولي أن المجلس سيصوت في وقت لاحق الخميس على طلب الفلسطينيين منح دولتهم العضوية الكاملة في الأمم المتحدة لكن هذا المسعى محكوم بالفشل بسبب معارضة الولايات المتحدة له وخلال الجلسة أعرب جوتريش عن قلقه إزاء الوضع المتفجر في الضفة الغربية المحتلة داعيا إلى وقف التصعيد وقال جوتريش إنه منذ 7 أكتوبر قتل في الضفة أكثر من 450 فلسطينيا بينهم 112 طفلا غالبيتهم على أيدي القوات الإسرائيلية خلال عملياتها وأثناء تبادل لإطلاق النار بين القوات الإسرائيلية ومسلحين فلسطينيين وأضاف قتل آخرون على أيدي مستوطنين إسرائيليين مسلحين وأحيانا بوجود قوات الأمن الإسرائيلية التي زعم أنها لم تفعل شيئا للحؤول دون سقوط هؤلاء القتلى ودع الأمين العام إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء عنف المستوطنين غير المسبوق ترجمة نانسي قنقر